أنا هنا في مؤسسة معنى لإنقاذ الإنساني أنا بصراحة عايز أشكرهم شكر خاص لي أنا الأول أنا بدأت معرفتي فيه من أربع سنين كنت قابلت حالة كده في الشارع كان راجل كبير عنده وفرط حركة وولاده ورموه في الشارع ما قدش عرف حاجة عن المؤسسة وعملت فيديو معي ونزلته عندي على الفيسبوك فلقيت المؤسسة ده التي تواصلت معي وفعلاً في نفس اليوم خادت الراجل عندها في المؤسسة دي أول مرة تاني مرة كان فيه برضو واحدة ست كده زي أمهاتنا وولادها سابوها في الشارع حد صاحبي يكلمني لأنه أعرف أننا بدأت التواصل مع المؤسسة لما أخذت الراجل ده فكلمت الأستاذ محمود بصراحة الراجل ما أقصرش نزل هياخد الست وجابها معنا في المؤسسة وكان يسمع الحاجة بطة اللي أرحمها يعني فأنا جيت النهاردة ابنان على دعوة من أستاذ محمود إن أنا جاي شاركهم هنا في يوم في الفطار معاهم بطرق أهلنا وعملت لهم يوم حلو قوي فأنا كنت جاي بصراحة عشان الحاجة بطة فجيت لقيت الحاجة بطة توفت فدي كانت أكتر حاجة صدمتني وأكتر حاجة زعالتني وأفريت لي اليوم بس بصراحة الناس الأهلين اللي موجودين أب أم جد جدا بحكاياتهم بالماضي بتاعهم بمستوى هم دلوقتي بعمل إزاي من مستوى الشارع اللي هم كانوا فيه لا بصراحة حاجة أتفرح جدا الناس اللي شغالين هنا كلهم محترمين جدا بيحبوا الناس من قلبهم يعني أنا بشوف محمود أو دعاء أو بيطعاملوا مع الناس إنه هو فعلا ده أبوه إن هي ده أمه ودي حاجة إنه لو مستهل الحتة بتاعت الإنسانية أكتر من الاجتماعية لا هم في الإنسانيات حياة تانية خالصة عملوا لهم حلو قوي الناس كلها فرحانة بيهم وهم فرحانين بالناس يعني أنا بدأ أي حد يقدر ييجي هنا ويدعم الناس دي حتى لو بيقض معهم يوم يفطر يأكل يهزر يسلم عليهم يحسنون هم موجودين وليهم أهل أنا بدأ أي حد يعني صحابي بقى ينور بالسلام تايل اهلا سلفان وضع موسيقى شكرا